مشاهدين ورد إلينا هذا النبأ العاقل حيث التقى السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة العراقية بغداد مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وأصرح المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية بأن سيدة الرئيس أكد قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع ما بين مصر والعراق على مختلف المستويات وتقدير مصر حكومة والشعب للعراق الشقيق ولدوره المركزي في المنطقة والمرتكز على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير يتعاون ما بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات خاصة على الصعيد البلماني أخذا في الاعتبار ما سيساهم في ذلك من تعزيز التواصل ما بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي كما أكد السيد الرئيس موقف مصر الداعم لوحدة العراق ومساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار به والحرص على تعزيز دوره القومي العربي وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة دعما لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على ترسيخ وحدة الصف بهدف تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لجميع الأشقاء ومن جانبه رحبا رئيس مجلس النواب العراقي بزيارة السيد الرئيس التاريخية إلى العاصمة العراقية بغداد ومؤكدا ما تتجهمه من أفاق واسعة لتعزيز التعاون ما بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات كما أكد السيد الحربوسي بأن العراق يعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة والتي تربطه بمصر ومثمنا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار العراق والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في تعزيز وحدة الصف العربي ومؤكدا تطلع بلاده لتعزيز تعاون الوثيق ما بين البلدين الشقيقين خاصة على المستوى البالماني وآخذا في الاعتبار ما يتمتع به البالمانو المصري من خبرة ومن تاريخ عريق